اعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه تقرر بدءا من يوم الجمعة المقبل الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا والذي يندرج تحته عدد من الإجراءات التي تم الإعلان عنها عند اعتماد الآلية وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا أعلن الفريق الوطني الطبي أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من يوليو 2021 الانتقال إلى المستوى الأخضر التي يندرج تحته عدد من الإجراءات التي تم الإعلان عنها عند اعتماد الآلية وأضاف الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه وفقا لما يقتضيه الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وبناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع فإنه تقرر أيضا تطبيق إجراءات المستوى البرتقالي وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا في إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأطحى المبارك بدءا من يوم الأثنين الموافق للتاسع عشر من يوليو لغاية يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من يوليو 2021 وأوضح الفريق الوطني الطبي أنه سيتم تحديد المستوى الذي سيتم الانتقال إليه بعد إجازة عيد الأطحى المبارك بدءا من يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من يوليو 2021 وفقا لمعايير آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بناء على متوسط الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات هذا وشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة التزام الجميع بإجراءات المستوى البرتقالي والتي تم الإعلان عنها مسبقا منوها أن كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدلات الانتشار مشيرا إلى أن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة أساس نجاح مختلف الجهود ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من كافة مسارات التعامل مع الفيروس ترجمة نانسي قنقر